طبعا يا شباب اللي عم يسرى شو مدن ان شو يعني ما فهمنا شي من ريول باس شو يعني ترك وان تو وثري ومدري ايش. كتير بسيطة. اول شي لازم تروع على الستور وتشتري في عندك الباكج خمسة دولار. الباكج الثاني خمسة عشر دولار. طبعا فانو الباكج الثاني خمسة عشر دولار الفرق عن الخمسة دولار انو الباكج الخمسة عشر دولار بيعطيك عشرة ليفل اوب. يعني اذا انت مثلا بتشتري الريول باس بخمسة عشر هذا للباكج الخمسة عشر دولار. فورم بيرفعك للليفل اي داعش لانك اخذ معاه عشرة. هذا هو بس الفرق الوحيد. فبنصحك انا بالباكج الخمسة دولار راح تلقاه هون. انا عندي ما يبعين لاني بهولندا. فعكل حال بعد ما تشتريه تفتحه عندك ترك وان تو ثري فور. ما هذا مش فور لكن هذا بونس يعني. فا. اول ما تفتح الليفلات فرح يكون عندك هذا الممفتوح اول ما تشتري الريول باس. فهون عندك نقاط مسلا شايف هذا الرقم تحت وعشرة. عندك خمسة خمسة عندك ثلاتي ثلاتي خل ستة. وين تشوف نقاطك هم هون على هاي الجهة. شوف انا عندي واحد وثلاتين نقطة. هدلو نقاط بتستخدمهم. اا. مشان تشتريه دول اللي تحت. وعلى حد علمي. اا. لا. اا. في شغلات فري فيك تحصلها بدون ما بدون ما تشتري الريول باس. كاتب لك هون تحت فري شايف. فري فري. وهي كمان فري وهذا فري. حتى نفس الاشي بالترك تو. لكن الترك تو ما رح يفتح عندك. لحتى تخلص الترك وان. واظن لازم تشتري كل شي موجود بالترك وان. بس مش متأكد هاي. بس انا بعرف انه. ازا خلص الترك وان رح يفتح عندك الترك تو. وينما ترح يفتح عندك الترك تو. من الليفل اي داعش. شوف كاتب لك فوق الليفل اي داعش. هون من حد الليفل واحد وعشرين رح يفتح عندك الترك تري كمان. بس اظن ما فيك يعني تشتري مترك تو شغلات. لحتى تشتري كل شي. تركوا praising. بس لكن هاشي انت فيك تجرب وچوف بنفسك. شايفين. بتضل يعني هون لعجي همه تقريبا كم ليفل. هون لحد هدى واحد وعشرين واحد وثلاتين يعني هون بيبالش من حد الواحد وثلاتين. بصير هون تسعة وتلاتين ليفل مجموع كلا يا تما دول. ويايا بس متلاغتي لك في عندك بكيج هون بتشوفه بخمسة دولار وفيه باكج تاني بخمس طعش دولار. طبعا اشترات اللي بيقدمها الريوال باس آآ بصراحة سكنات يعني وبنصح كل واحد عنه يعني يشتري الباكيج اللي بخمس دولار. اول شي بيعطيك سكن كار. كتير حلو. شوية يعني لبسات ملابس وما ملابس وبارشوت. بيعطيك كمان هدول الكوبون بشان تفتح آآ صناديق هون. شوية اشترات اضافية هذا يعني الباكراوند تنبليت. شو عندك كمان هذا الاسكن بصراحة حلو. عندك هاي الخوذة يعني كتير هاي راح تصير نادر يا شاب لانه كتير حلو هيك خوذات. كمان هاتم ما قلت لكم لبسات وشغلات وصناديق وجوائز. وهون الف من هدول مشان تسخدمه مشان تطور الاسلحة. وما ننسى انه بالتركتري عندك واحد ماتيريال. وبنفس الوقت عندك 500 جيكون عشان بترجع لك. يعني انت بتشتري الباكيج بخمسة دولار. لكن هون بيرجع لك عند الاخير كل هدول الهدايا مع السكنماتيك وحدة. بنفس الوقت خمسين. خمسمية جيكون. فبصراحة يعني صفقة مربحة لكل شخص يفكر انه يشتري الريال باس. وبالنسبة للمطورات اللي عبي استاله نفس يعني بيستحق هالشي لو لا. ازا بتروع عالستوري. بيطالك خيار ثالث اسمه سيت اب. عليه خصومات يعني بتأول شيء اول شيء بتشري 200 جيكون بعدين بتروع تسعمية جيكون واتمامية جيكون بعدين. الف وتسعمية جيكون بعدين ثلاث تلاف ومدركة. هذول بيعطيك عنا صناديق. هذول الصناديق تستخدمهم عشان تفتح. على المطورات يعني الاسكنات المطورات. طبعا انا بالنسبة لي. ما يهمني كتير اسكنات المطورات او السيارات. انا هذول الصناديق هذول خاصة. بيعطوك اسكنات لباس اول اشي. والتاني اشي بيعطوك هذول الصناديق. هذول الصناديق يلي راح يطلعوا لك المواتير. طبعا في ناس. طبعا يعني ما عادة اسكنات المواتير في عندك هذا السكن المطور. هذا السكن البدكية الاساسي. وباقي الالوان هذول يعني بتضيفهم على المطور كلون. الشرات الممكن تحصلها. هما هذول السكنات في السيارة. مواطير. ولا البسة. بهذا الصندوق. ما عطلبك. تشتري الباكيجات بالاول هذول. تفتح بتفتح. وصلا هنقلب بعطوك كياب تيجي هون. وايا. ازا بتسأني يعني. آآ بنشتري الولاء. انا بالنسبة لي. بابا نصاح. فها هي. خيار التالت عند الوارشة. هون. طبعا بالنسبة للخيار التالت اللي عند الوارشة. آآ متل ما بتعرفوا ازا اشتريت آآ مش لهون انا مش باينة عندي. لكن في عندك باكيج بلاك 2500 جي كوين. في عندك بستة الاف وفي عندك آآ اتناش ألف. طبعا هذول الباكيج ازا بتشتريهم. راح يعطوك نقاط ماشي. هذول هم النقاط هون. ازا بتلاحظ معاي. النقاط كمان حاطنهم على الاسكنات متل ماك شايف. في عندك اسكنات نقاط عالي. 2500. والاسكنات الاقل الاهمي. حاطين عليهم 1500. طبعا المنتمقد لكم. في عندك خيار سيت اوب. خيار رابع بيطلالك بالستور. انا مش طالع عندي. ازا بتشتري آآ اربعة لفلات. من له هو رقم واحد اتنين ثلاثة اربعة. راح يعطيك النقاط. اضفت لك ايام هون. راح يطلع واتتوقع تقريبا 800 نقطة. 800. الليفل او اه الليفل الواحد. سعره 200 جي كوين. اعطاني 60 نقطة. الليفل اللي بعده اتوقع 800 جي كوين بيعطيك اكتر نقاط اكتر. لكن المهم. المجموع الكلي للنقاط اللي راح تحصلها. بعد شراءك للسيت اوب. الموجود بشي مكان يعني هو بيكون بينها فيوتر. سيت اوب بيكونوا ايتمس و جي كون. بيكون واقع هون بين هدول الثلاثة. مجموع النقاط اللي راح يعطيك اياهم راح يكونوا 800 نقطة تقريبا. فمع هات 800 نقطة وبنفس الوقت ازا بتفتح الصناديق بعد ما تشتري هالباكيجات. راح يعطيك كمان نقاط زيادة. وبنفس الوقت ممكن تحصل انك البايك. وفيك تشتري يعني من شفت والله صار عندك 1500 نقطة تشتري هذا مسلا ازا انت عاجبك او هات او هات. بس اه لا تنسى انه بدك لسكن المطور نفسه عشان لانه هذول الالوان حسهم. يعني سكن لون مش انه المطور اللي نفسه هو. لكن على كل حال الشيغلة بتكلف بصراحة. يعني بس الستوب الحاله بدك تدفع اه ميتين الف. وفين وخمسمائة تلت. يعني بدك تدفع يمكن تقريبا ستين سبعين دولار. الستوب. راح يعطيك 800 نقطة. 800 نقطة راح تجي هون. بعدين راح تفتح صناديق. ممكن يطلع لك المطور. ممكن ما يطلع لك. عرفت لي كيف. وشغلة مهمة كتير بالريال باس. ما بعرف ازا لان في ناس ما لاحظت هالشي. انه الريال باس الماضي لتبع الاسكينات السيارات. كانوا حاطيلك انه فيك تحصل النقاط من الريال باس نفسه. لكن في هذا الريال باس او البتل باس ما في هالشي. كما كن ملاحظين. حتى ازا بتروع عن ميشن عن المهمات. ما راح تلاقي انه. النقاط اللي فيك تحصلهم. هدول. مش موجودات. فالنقاط مجانية ما ظن تكون موجودة لاني مش عب شوفه باي مكان. لا بالباس. ولا بالمهمات. فقط الطريقة الوحيدة اللي ممكن تحصل فيها النقاط هي انك تشتري الباكيجات وتفتح صناديق. هون. ماشي. طبعا ما تنسى انه المطور اللي السكن ازا تحصله راح يجيك هون. فلازم تسوي له كرافت. يعني متل ما كم شايفين هذا مسلا. فنقول هذا السكن. اعطيني الفين وميتين نقطة كرافت. يعني لازم انا يكون عندي الرصيد هون. الفين وميتين اقل اشي عشان نسوي كرافت لهذا السكن. لكن المطور راح يكون اغلى من اغلى من هيك بكتير. هدول النقاط شون تحصلهم. ديزيمبل. ببدل هيك سكنات هيك شونتها بكي. سكنات المابل تكيجاها شوف. تعطي ديزيمبل. شوف عبي قال لي راح تحصل خمسة الاف وعشرين نقطة. لكن على كل حال. لازم يكون عندك هونه النقاط المطور الطالبة منك. اتوقع يا عشرين يا خمسة وعشرين الف نقطة. راح يطلب منك نقاط. مشان السكن المطور. لكن بحالة انك اشتريت السكن من هون. يعني انت جمعت الف خمسمية نقطة او الفين خمسمية نقطة واشتريت مثلا هذا الاسكن. هذا الاسكن ما راح يجي. ما راح يكون بين هدول. ما راح يكون يعني هذا الاسكن يجب تشتريه من هون. راح فورا ينزل عندك بالكستمايز. عندك. يعني ما في داعي. وتروح تدفع علي نقاط مرة تانية. الوحيد اللي لازم تدفع علي نقاط من هدول هو اللي تحصلوا من هدول الصناديق. راح يكون هون الاسكن. فنقاط مجانين للأسف ما في. وهذا هو يعني الريول باس. وهذا هو الوركشوب وهذا هو اسكنات المواطير. كمان في اسكنات للفرق مثل ما كم شايفين. انا اشتريت بس الاسلارة بصراحة لأنه هو الوحيد اللي اشوفه واحد يستهل يشتريه بشكله كتير حلو بصراحة انا اشتريت هات. الباقي الى بعدين اممكن ما اشتريهم. وهذا كان كل شي شباب. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر